بعد دعوة البرلمان الليبي القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القوم الليبي والمصري أصبح على القاهرة التحرك بأي صيغة كانت تلبية لهذا النداء في وجه تدخل تركي سافر يعاونه حكومة السراج والميليشيات الموالية لها من جهة وجيش من المرتزق الأجانب بتمويل تركي من جهة أخرى متى وكيف تلبي القاهرة نداء البرلمان الليبي ما هو شكل هذا التحرك المصري وما هي المواقف الدولية من خطوة كهذه نرحب بضيفين في ردار الأخبار في سكاينوز عربية من القاهرة عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري كما ينضم إلينا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة أهلا بكما أبدأ معك هذا الحوار سيد مصطفى بكري وطبعا الأسئلة التي طرحتها في مقدمة هذا الحوار أطرحها عليك نتحدث عن تكهناتك بشكل ومستوى وعمق وطبيعة التدخل والاستجابة المصرية لهذه الدعوة من البرلمان الليبي كيف يمكن أن تكون؟ بداية أود أن أؤكد على عدد من الحقائق الهمة الحقيقة الأولى أن القاهرة لم تسعى إلى الحرب بل كانت دائما منحازة إلى الخيار السياسي أكد ذلك بآيان إعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عفتاح السيسي في حضور رئيس البرلمان والقائد العام للجيش الوطني الليبي في وقت سابق وكثيرا من التصريحات التي صدرت عن القيادة السياسية المصرية التي أكدت أنها منحازة للحل السلمي وطالبت كافة الفرقاء وتحديدا حكومة الميليشيات بضرورة القبول بوقف إطلاق النار في فترة سابقة عندما كان موجودا الرئيس عفتاح السيسي القائد العالي للقوات مسلحة في قاعدة سيد براني منذ عدة أسبوع قليلة تحدث بشكل واضح مع علو نبرة الهجوم على سرط والجفرة ومع الغدر بالجيش الوطني الليبي الذي استجاب لدعوات إقليمية ودولية بالانسحاب من المناطق المحيطة بطرابلس قال الرئيس عفتاح السيسي أن سرط والجفرة خط أحمر لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هذه المنطقة تمثل تهديد مباشر لمصر تهديد للأمن القومي المصري ومن ثم إذا سقطت سرط والجفرة الطريق إلى الحدود المصرية سيكون مفتوحا من هنا كانت دعوة الرئيس وكان موقف الرئيس بضلورة الاتزام من أطراف المعنية بوقف اطلاق النار الحقيقة أن تركيا شددت أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة الماضية على أنها ماضية في هذا الطريق وأنها لا يمكن أن تقبل بوقف اطلاق النار لأن حكومة الوفاق التي هي حكومة للميليشيات لا تقبل بذلك وصدرت تصريحات أيضا من ذات الحكومة تقول أنها لا تقبل بذلك بأي حال من الأحوال كان طبيعيا أن تستجيب القيادة الليبية سواء مجلس النواب أو القبائل إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس عفتاح السيسي ومن هنا جاء الخطاب المؤخر من مجلس النواب الليبي الذي سلم إلى القاهرة والذي يطالب بأعمال ما قاله الرئيس عفتاح السيسي باعتبار أن ما يجرى هو تهديد للأبد القومي المصري بما أنك ذكرت مجموعة من المعطيات أود أن يجيب عن بعضها السيد سمير صالحة كما قال لك مصر لم تسعى للحرب هي جربت كثيرا الدعوة لمحادثات ولحل سلمي لكن أمنها القومي يحتم عليها تدخلا كهذا برأيك هل يمكن أن يضغط هذا الأمر باتجاه تراجع تركيا في ليبيا مساء الخير للجميع أولا شكرا على استضافة مرة أخرى الموقف التركي تحديدا في السياسة المصرية في التعامل مع الملف الليبي هو شأن مصري بالدرجة الأساسية وشأن مرتبط بالعلاقات المصرية الليبية لا أظن إطلاقا أن أي قياد تركي حتى الآن سمعناها يتحدث عن ما تقوله القائرة في موضوع الاستجابة لطلب بردمان تبرق أو عدم الاستجابة هذه المسألة بالنسبة لأنقرة تناقش بين المصريين والليبيين لا تعني أنقرة بالدرجة الأساسية بدرجة الأولى نقطة ثانية مهمة الرسائل التي وجهتها أنقرة في الآوين الأخيرة كلها كانت رسائل انفتاحية على القاهرة وهذا يعني أن أنقرة تكرر دائما على علم بالقلق المصري في التعامل مع الملف الليبي وهي أيضا تعرف حجم حساسية هذا الملف النقطة الثالثة والأهم أن الرسائل التركية نحو القاهرة سواء كان في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والمقيل حول اجتماع لجنة خبراء تركيا مصرية كلها تؤكد أنه كل البلدين يعرف تماما أنه الدخول في مواجهة عسكرية مرتبطة بالملف الليبي ستكون ارتداداتها سيئة جدا ليس على علاقات التركية المصرية بل أنها استخدم أطراف ثالثة لها مصالح في تأجيج هذا الخلاف وتفعيله التحرك العسكري المصري يناقش مع الليبيين لا يناقش مع القاهرة أنقرة لا توجد لها الرغبة في المواجهة العسكرية ولا عندها أساسا هذه القوات المسلحة الموجودة داخل الأراضي الليبية لدخول في أي مواجهة عسكرية مع مصر كيف تنظر سيد مصطفى بكري لهذه الرسائل التصالحية التي تحدث عنها سمير صالحة في وصفه للسياسة الخارجية التركية مؤخرا مع مصر هل تقتنع بذلك؟ كيف يمكن فهم ذلك؟ وتركيا مصممة على التدخل المباشر في ليبيا بما يهدد الأمن القومي كيف يمكن فهم ذلك؟ وهناك تصريحات لمتحدث باسم الرئاسة التركية وأيضا وزير الخارجية كلهم يقولون بأن الطريق إلى الجفرة وإلى سرط هو الطريق الطبيعي والرد على ما حدث في قاعدة الوطية وغير ذلك من الأمور كيف يمكن فهم ذلك؟ وتركيا الآن ترسل بمعداتها إلى منطقة البحر المتوسط شرق البحر المتوسط للبحث عن الغاز دون معتبار للأطراف المعنية كيف يمكن فهم ذلك؟ والسلاح التركي يتدفق على ليبيا والمرتزقة الذين يأتون إلى ليبيا من تركيا وهم معروفون بأنهم ينتمون إلى النصرة وإلى داعش وإلى أحرار الشام ولهم رسالة واضحة ومحددة هي عودة ما يمكن تسميته بالإسلام السياسي ليحكم المنطقة كيف يمكن فهم ذلك؟ وتركيا لا تزال حتى الآن تقف مع حكومة الميليشيات وتحرضها على رفض وقف إطلاق النار وهناك تصريحات بهذا الأمر أنا أم في وجود أي اتصالات مصرية تركية وفي نفس الوقت أيضا تركيا لا تقدم رسائل المصالحة الوطنية مع مصر أو غير ذلك وإنما تنبئ بعدوان مباشرة يستهدف الأمن القومي المصري دكتور صالحة إذن هل يمكن القول بأن رسائل كهذه هي يعني للاستهلاك الإعلامي للظهور بمظهر من يسعى للسلام في الوقت عمليا تركيا مندفعة ومنخرطة عسكريا على الأرض في ليبيا نعم هي تنصق مع حكومة الوفاق الحكومة الوفاق التي المعترف بها حتى من قبل القاهرة نفسها هي أيضا الآن أظن أن أنقرة لا تريد إطلاقا أن تذهب بمنحة تصعيد العسكري في رسائلها الأخيرة قدمت دائما الحل السياسي والحوار السياسي في تفاهمات الآن إقليمية دولية أوسع باتجاه عدم الدخول في لغة التصعيد وهذه التفاهمات الآن بدأت تظهر إلى العالم من خلال مواقف التي نسمعها من الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا من العديد من العواصم الأوروبية الاتحاد الأوروبي بالأمس في بيانه كل الأجواء تختار لغات التهديئة والذهب إلى الحوار لا أظن إطلاقا أن القاهرة حتى لو نسمع هذه المواقف الآن التصعيدية رأي الشخصي هذا طبعا أنه ستخالف أو تذهب بمنحة مغاير لهذه الأجواء الإقليمية والدولية النقطة الأهم من كل ذلك أن أنقرة أكثر من مرة حاولت أن توجه رسائل إلى الدول المتشاطئة في شرق المتوسط لكن كانت الرسائل كلها تأتي بشكل منفي يعني ممتدى الطاقة السباعية الذي تأسس في القاهرة استثناء أنقرة وأبعدها عن هذا الاصطفاء وهذا التحالف أو هذا التنصيق مع ذلك ماذا رأينا؟ رأينا أن أنقرة في رسائلها الأخيرة بدأت في محاولة أكثر من دولة متشاطئة في شرق المتوسط ودعت إلى اتفاقية ثنائية وثلاثية هذا يؤكد أنه ما زال لنا فرص لمناقشة هذه الملفات سواء كان في موضوع الطاقة شرق المتوسط الملف الليبي شمال إفريقيا ككل كما قلت لك الآن في أطراف يهمها هذا التصعيد المصري التركي لماذا؟ لأن هذا التصعيد يخدم مصالحها أعطيك مثال بسيط فرنسا وسياساتها تحديدا في التعامل مع الملف الليبي مع ملف شمال إفريقيا مصالحها هي متضرر أساسي من خلال المشهد الجديد عندما خسر المشير حفتر الكثير من الأوراق أرجو أن تبقى معنا دكتور سمير صالحة أدعو أيضا سيد مصطفى بكري للبقاء معنا سنعود طبعا ونستكمل هذا الحوار لكن نستعرض الأهمية الاستراتيجية في تحقيق أمن مصر القومي واستقرار ليبيا والليبيين اعتبر الرئيس المصري محور سيرت الجفرة في ليبيا خطا أحمر في التقرير التالي نتعرف على الأهمية الاستراتيجية لهذا الخط إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة هذا أمر بالنسبة لنا خط أحمر كبرت المغامرة التركية في ليبيا كبر الخطر في القلب والجوار فما كان من مصر إلا أن حسمت فرسمت خطا وباللون الأحمر بين سيرت شمالا والجفرة جنوبا فمدينة سيرت تبعد نحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد ترابلوس وبنغازي عند الساحل الليبي وتقع على بعد نحو أربعمائة وخمسين كيلومترا من ترابلوس ونحو ستمائة كيلومتر من بنغازي والسيطرة على سيرت تجعل الطريق مفتوحا للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطية الغنية في الشرق الليبي توجد في المدينة قواعد عسكرية مهمة منها قاعدة الغوردابيك الجوية التي تبعد عنها 16 كيلومترا كما تقع جنوب سيرت قاعدة الجفرة الجوية المهمة ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر وهذه تعد من أكبر القواعد الجوية الليبية كما تشكل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي تعد منطقة الجفرة مهمة كذلك لأنها تقع وسط البلاد إذ تبعد بنحو 650 كيلومترا جنوب شرقي ترابلوس وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب والسيطرة على قاعدة الجفرة تعني تقريبا السيطرة على نصف ليبيا نعود مرة أخرى لضيفين الاستكمال هذا الحوار من القاهرة عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة استعرضنا أهمية ما وصفه الرئيس المصري بالخط الأحمر وهو خط سيرت الجفرة لكن سيد مصطفى بكري لكون موضوعيين هناك من يتخوف من تورط مصري عسكري في ليبيا بهذه الدعوة من البرلمان الليبي إلى أي مدى تعتقد بأن مصر يمكن أن تتفادى ذلك وفي نفس الوقت تحقق مصالحها في ليبيا وتحمي أمنها القومي الحقيقة أن ما أسمعه من ضيفك التركي كلام الحقيقة كلام جيد ولكن على الأفعال الموقف متناقض تماما فتركيا ماضية في الاستعدادات العسكرية للعدوان على السيرت والجفرة وهذا أمر الحقيقة يهدد الأمن القومي المصري في الصميم ولذلك سعت القاهرة كثيرا من أجل أن يكون الخيار السلمي هو الخيار المقبول وساعدت أيضا في أن يكون هناك رؤية متقدمة لهذا الأمر بإعلان القاهرة الذي وافقت عليه دول العالم إلا تركيا والميليشيات فعن أي سلام يتحدث وعن أي رسائل إيجابية لمصر يتحدث أو يقول هذا كلام غير صحيح نحن الآن أمام دولة معادية لديها مشروع سياسي تدعم الإرهاب والإرهابيين بغض النظر عن هذه الحكومة التي جاء بها من الخارج تسمى حكومة الفرقاطة اتفاق السخيرات سقط منذ عام 2017 الرئيس عفتاح السيسي قال أكثر من مرة أن هذه الحكومة سقطت في قبضة الميليشيات نحن نواجه مجموعات إرهابية لا نواجه حكومة وطنية ومن ثم هذه الحكومة لم تنل حتى موافقة البرلمان بغض النظر عن أي مواقف أعتقد أن مصر تجد نفسها مدعوة للدفاع عن أمنها القومي لا يمكن تسميت ذلك تورط عسكري وإلا فنحن لا نهدف شيئا من ليبيا إلا أن ندافع عن أمننا القومي المناورة حسم 2020 هي رسالة لكل من يعنيها الأمر هي موجهة للميليشيات هي تعرف تماما ماذا ستقدم وكيف ستستطيع إدارة هذه الأزمة حتى الآن نحن نقول أننا لا نرغب بالحرب لا نرغب بالتدخل العسكري ولكن على الطرف الآخر أن يلتزم بما تضمنوا إعلان القاهرة أن يلتزم حتى بما قالته ضيفك يحدثنا عن أن دول العالم الآن باتت مرتاحة وتريد أن تبعث برسائل لا تمثل عداء لتركيا بالعكس الاتحاد الأوروبي بالأمس يهدد بمزيد من العقوبات على تركيا دول الجوار تونس والجزائر طالبت بشكل واضح صريح بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وجهت رسائل إلى تركيا روسيا وجهت رسائل إلى تركيا واتهمت أيضا بذلك الأمر اتهمت حكومة الميليشيات بأنها ترفض وقف إطلاق النار وحذرت من ذلك ماذا يراد حتى قوات الأفريق الأمريكية ذهب قائدها إلى هناك والتقى بالسراج وقال له وحذره من رفض وقف إطلاق النار وحذره من العدوان على سرط والجفرة إذن نحن أمام عالم يقف ضد الأطماع التركية فما بالك بمصر التي يمثل العمق الاستراتيجي الليبي عمقا استراتيجيا لأمنها القومي لا يمكن للقاهرة أن تسكت وهناك من يقول أننا نستهدف سيدي براني في الحدود المصرية لا يمكن للقاهرة أن تصمت ونحن نرى الميليشيات كل يوم تتدفق قبل أن يحدثنا ضيفك عن رسائل للقاهرة فليوقفوا إرسال الإرهابيين الذين وصلوا عددهم إلى 17 ألف إرهابي ماذا يستهدفون وماذا يريدون طيب دكتور سامير صالحة قبل قليل تحدثت عن هذه اللغة لغة التهدئة والرسائل التصالحية مع مصر لماذا لم نرى هذا الأداء وهذا السلوك التركي قبل التوقيع على هذه المذكرة مع حكومة السراج لماذا لم نراها تستشر مصر ودول الجوار بما أنكم الآن مهتمين بهذه الدول وبأمنها القومي كما كنت تقول المسألة لا ترتبط بأنقرة أن تستشير أو لا تستشير المسألة مرتبطة مباشرة بحكومة الوفاق الليبية الشرعية يعني مشكلة مصر هي ليست مع تركيا حتى لو كان في توتر في ملفات ثنائية لا مشكلة مصر مع تركيا دكتور سامير لا يمكن أن نقفز على حقيقة كهذه هذا برأيك لا مش برأيك هذا برأيك يا أكي هذا برأيك يا أكي لا 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 مش برأيك هذا برأيك يا أكي هذا رأيك يا أكي لا 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 ليس رأيك أنا أنطلق من المعطيات التي تحدث من خلالها الرئيس السيسي يعني في النهاية إذا طالبه البرلمان الليبي بالتدخل ضد تركيا هذا يعني بأن لمصر مشكلة مع تركيا يا سيد سامير صالح مصر تتدخل في الملف الليبي وتريد الدخول إلى الأراضي الليبية لا تريد الدخول إلى الأراضي التركية يعني علينا التمييز والتفريق بين المسألتين لذلك أنا قلت لك المسألة الآن مرتبطة بالعلاقات بين ليبيا بين ترابلس وبين القاهرة تدخل لا تدخل هذه مسألة تعني حكومة الوفاق أولا وآخرا نقطة ثانية تركيا مثلها مثل غيرها من الدول لها مصالحها في ليبيا عندما تقرر القوات المصرية التدخل إلى سرط والجفرة في هناك أيضا مجموعات فرنر كما تعرفين يعني فيه أكثر من الآن نقطة ساخنة على خط سرط والجفرة كما نعرف جميعا المسألة ليست فقط أن تتقدم القوات المصرية وتدخل إلى ليبيا أو لا تدخل شكرا باختصار شديد يا دكتور سمير باختصار شديد باختصار جدا جدا أقول لك الآن هذا التصعيد المصري كان بمقدوره أن يذهب بمنحة آخر في السياسة المصرية في التعامل مع الملف الليبي لا أريد أن أتدخل كثيرا في الشأن المصري لكن لو كانت القائرة فعلا اعتمدت سياسة انفتاحية على جميع الأطراف لما رأينا موقف حكومة المصرية شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة على المقاطعة وكان لازم حتى أعطي حق الرد الأخير لسيد مصطفى بكري يعني أولا يعني أنا أسفى أسفى جدا أولا مصر لا تتدخل في الشأن يعني نحن مصر لا تتدخل واضح أنت قلت ذلك في الأجوبة السابقة يا دكتور مصطفى بكري شكرا جزيلا لك وإنما مصر دعاها مجلس النواب الليبي لأن تكون موجودة هناك شكرا جزيلا تركيا تقول نحن ندخل إلى ليبيا لنبقى إلى الأبد فعن أي كلام يتحدث شكرا مصطفى بكري الشكر لدكتور سمير صالحة شكرا لكم